تعد مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان إحدى منارات الثقافة المصرية وتضم المكتبة عدداً من قاعة الاطلاع المخصصة للكبار والأطفال وتتميز بتنوع الأنشطة الثقافية منها الموسيقى والنحت والرسم وتضم المكتبة أيضاً قاعة سيمينار تتسع لأكثر من مئة شخص مخصصة لمناقشات الرسائل العلمية والندوات المختلفة لا تكتفي بدفء المناخ وسحر التاريخ على قدران المعابد وإنما توضيف محافظة أسوان إلى رصيدها الحضرية منارة ثقافية أخرى منارة تجسدت في مكتبة مصر العامة لتتزين بها المحافظة بعد أن تم إنشاؤها في وقت قياسي لم يتجاوز العامين واستقر اختيار المسؤولين للمكان بناء على رؤى المهتمين بإبراز الهوية البصرية التي تشتهر بها محافظة أسوان حيث توفرت بها قاعات إطلاع خاصة بالكبار في طبقين وأخرى للأطفال على حسب الأعمار السنية قسم التدريب له مجالين أساسيين مجال اللغات والتنمية البشرية والتنمية المهنية ومجالات الحسب الآلي قاعة الكبار مكونة من دورين وبتحتوي على أكتر من 8000 كتاب بيسمى لكل معارف المعارفة العامة في كل المعارف العشرة المسرح الروماني حيبقى فيها أنشطة كثيرة سواء كانت فرق موسيقية أو مسرح للأطفال أول ما ندخل على الباب على طول منلاقي مكتبة الأطفال مكتبة الأطفال تتكون من دورين الدور الأول عندنا من سن 3 سنوات إلى سن 10 سنوات به أنشطة ثقافية الدور الثاني من مكتبة الأطفال من سن 11 سنة إلى 15 سنة وكمال عندنا قاعة مخصوصة لزوء الهمم والمكفوفين وزوء الاحتياجات الخاصة الأنشطة الثقافية هي العنوان الرئيسية للمكتبة وتضيء أرجاءها بتنوعها ما بين الموسيقى والرسم والنحتة والتفصيل والخياطة فضلا عن وحدة خاصة بفن الجرافيك ومعمل الحاسب الألي المخصص للتدريبات المختلفة نحن هنا مسؤولين في وحدة الجرافيك بالأخص عن شغل الميديا اللي بيتعامل على الصفحة سواء إعلانات خاصة بالأنشطة اللي موجودة داخل المكتبة كدورات تدريبية أو أنشطة ثقافية عندنا عشر تلاف كتاب بمكتبة الطفل الدور الأرضي بيشمل الأطفال من ثلاثة لعشر سنوات والدور الأعلى من حداشر لخمستاشر سنة وتخصيص مسرح مكشوف لإقامة الفعليات المختلفة بناء عقل الإنسان وتغذية روحه شعار ترفعه المكتبة طوال الوقت ذلك من خلال ما يدور داخل حجرات التدريب من سقل المهارات الشخصية والارتقاء بالتنمية المهنية والبشرية وصولا إلى تعلم واكتساب اللغات وتتسع قاعة السمينار لأكثر من مئة شخص وهي مخصصة لمناقشات الرسائل العلمية والندوات المختلفة وبقدر ما ترتق المكتبة بثقافة الفرد وتنوير مدارك تركز بنفس الدرجة على توفير الخدمات لروادها سعياً لمناخ نفسي يبعث على الراحة والتأمل ومتعة القراءة